موسيقى مريشا الحوثي تستحدث مواقع فتاة استقوضا للهدنة وتقريرٌ أمريكيٌ يقول الطريق إلى اتفاقٍ سياسيٍ هو إضعاف الحوثي عسكريا موسيقى قطر تعلن عن إعادة تفعيل كافة اتفاقياتها مع اليمن والرئيس العليم يوجه بتحقيقٍ عاجل في مقتل الصحفي الحيدري موسيقى تدهور الحالة الصحية للصحفي نوس عبدالسلام في سجون ميليشيا الحوثي بصنع موسيقى نشرة التاسعة من قناة يمن شباب معكم صفا عبدالعزيز وهشام جابر أهلا بكم البداية من تعز حيث كشف نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبدالباسة البحر عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستحداث مواقع جديدةٍ في جبهات المحافظة وقال العقيد البحر إن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تواصل إرسال التعزيزات والتحشيد إلى جبهات تعز وأضاف في تصريحٍ لقناة يمن شباب أن الساعات الماضية شاهدت خروقاتٍ واضحةً من جانب ميليشيا الحوثي حيث قامت الميليشيات باستحداث مواقع جديدة وإدخال ألياتٍ وعناصر قتاليةٍ جديدة إلى الجبهات وأشار المتحدث العسكري إلى أن الميليشيا الحوثية تعمل على تصعيد الأعمال العدائية والقتالية من خلال خروقاتها المستمرة للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة مستمر ميليشيات الحوثي في التعزيز والتحشيد على تعز وصول تعزيزات عسكرية وآليات عسكرية وعناصر قتالية وصل أكثر من 200 عنصر قتالي للميليشيات المتمردة الإنقلابية المدعومة من إيران إلى معسكرها في القند من معسكراتهم التدريبية في إب وذمار دمقوهم مع قوات تم حشدها من المغرر بهم من مديرية تعز في معسكر القند وبعد الدمق يتم التعزيز بهم والدفع بهم إلى قبهات تعز المختلفة خلال أيام الماضية تم الدفع بعناصر قتالية إلى قبهة مقبنة غرب المدينة وإلى عدد من القبهات في محيط المدينة قامت الميليشيات باستحداث مواقع للقناصات ومواقع عسكرية كما قامت باستحداثات عسكرية وقامت حواجز ترابية وهندسية على المعبر والطرق الرئيسية ما يشي بأن الميليشيات لا تتجاه إلى السلم ولا تتجاه إلى تنفيذ الهدن والتزامات وتعهداتها دعا وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي خلال زيارة له للكلية الحربية ومعهد الشهيد الثلاية لتدريب القادة في عدن دعا إلى التعاضض والتلاحم لاستعادة الدولة وأمن واستقرار البلاد كما شدد وزير الدفاع على الالتفاف نحو الأهداف المشتركة والقيم والمبادئ لثورة سبتمبر وأكتوبر لمواجهة الأخطار المحدقة باليمن وتحريره من ميليشي تمرض الحوطية ومشروعها الإيراني ووجه وزير الدفاع بالعمل على إعادة تأهيل الكلية الحربية ومعهد الشهيد الثلاية لتدريب القادة في القريب العاجل وذلك في أول موقف رسمي معلن عن أنباء وردت بنقل مقر الكلية الحربية إلى مأرب استبعدت تقارير أمريكية رضوخ ميليشيا الحوثي الإرهابية للسلام قبل إضعافهم عسكريا وقالت مجلة فورين بوليسي في تقرير أن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق سياسي أفضل مع ميليشيا الحوثي هي إضعافهم ومحذرة من أن أي اتفاق يمنحهم أغلبية من شأنه أن يوسع دائرة الصراع بدلا من إنهائه التقرير قال أن الهدنة الهشة للأمم المتحدة قدمت الإغاثة للمدنيين في اليمن ولكنها قد ترسخ فقط اختلال توازن القوة بالحرب التي أشعلها الحوثيون أظهرت ميليشيا الحوثي عدم التزامها بالهدنة منذ أول أيامها وتعمدها إفشال جهود السلام من خلال تصعيدها العدائي المزيد في سياق تقريرنا التالي لم تلقى الهدنة الأممية أي التزام من جانب ميليشيا الحوثي الإيرانية فعلى الصعيد العسكري كثفت ميليشيا الحوثي الإيرانية من استهداف مواقع الجيش الوطني بمختلف أنواع الأسلحة تزامن ذلك مع إرسال ميليشيا لعناصر جديدة تقدر بالعشرات بحسب مصادر عسكرية هذه التعزيزات وصلت إلى جبهات مدينة تعز وأيضا إلى جبهات ريف تعز هناك أيضا استحداث لمواقع جديدة للقناصة وأيضا للسلاح الثقيل تزامن ذلك أيضا مع استهداف الأحياء السكنية الآهلة بالسكان وزرع الغام في الممرات والطرق الرئيسية التي كان من المفترض أن تفتح كبادرة للالتزام بالهدنة على الجانب الإنساني على الصعيد الإنساني فقد كثفت ميليشيا الحوثي الإرهابية من اختطاف المدنيين في مناطق سيطرتها هناك أيضا في الجانب السياسي فشل ذريع ألحقته الميليشيات بالمبعوث الأممي الذي تزعم مفاوضات في العاصمة الأردنية عمان أواخر الشهر المنصرم هذه المفاوضات خلصت إلى أن تفتح طريق سفت الحوبان المؤدية إلى مدينة تعز لكن ميليشيا الحوثي تعمدت إفشال هذا المقترح الذي بادر به المبعوث الأممي وهذا نتيجة عدم أخذ ضمانات من الميليشيات بالوفاء بالهدنة عبدالعز الزبحان يمن شباب تعز وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليم اليوم الخميس بفتح تحقيق عاجل في التفجير الغادر الذي استهدف سيارة الصحفي صابر الحيدري وعددا من زملائه في العاصمة الموقعة عدد جاء ذلك في اتصال هاتفي بوزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس للاطلاع على الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وملابسات التفجير الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة الصحفي صابر الحيدري وعدد من زملائه موجها بإجراء التحقيقات العاجلة حول ملابسات التفجير الغادر بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبا كما وجه الرئيس بتقديم الدعم اللازم لعائلات الشهداء والرعاية الطبية للجرحة معربا عن خالص تعازيه لعائلة الصحفية الحيدري وزملائه وللأسرة الصحفية اليمنية هذا وأكد الرئيس العليم أن جماعات العنف والإرهاب وعلى رأسها الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني تعتاش على الخرافة وإشاعة خطاب التضليل وتستهدف الصحافة قال إن التفجير الغادر الذي استهدف الصحفي الحيدري يستهدف إسكات الحقيقة وإشاعة خطابات التضليل والخرافة التي تعتاش عليها الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وجماعات العنف والإرهاب الأخرى وأثارت العملية الإرهابية التي استهدفت الصحفية الحيدري استياءا شعبيا واسعا فيما اعتبرها المراقبون تندرج ضمن مخطط حوثي لمحاولة إبراز الاختلال الأمني في العاصمة المؤقتة عدن وإرباك المجلس الرئاسي ومحاولة تقويد جهود توحيد القوى المناهضة لميليشيا الحوثي الإرهابية في السياق حملت الحكومة ميليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية تدبير حادثة اغتيال الصحفي صابر الحيدري وقال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني إن ميليشيا الحوثي تتحمل مسؤولية اغتيال الصحفي الحيدري في حادثة جديدة تستهدف الوسط الصحفي بعد أشهر من استهداف مماثل للصحفي محمود العطمي وزوجته الصحفية رشال حرازي في العاصمة المؤقتة عدن والواقعة تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي وكدى الإرياني أن الجريمة الإرهابية تؤكد أن الصحفيين ومراسل وسائل الإعلام العربية والأجنبية باتوا هدفا لميليشيا الحوثي وأن استهدافهم الممنهج هذا يهدف لبث الرعب في نفوسهم ومنعهم من أداء رسالتهم من المناطق المحررة وطلب وزير الإعلام بموقف دولي واضح إزاء هذه الجريمة النكراء وكل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الصحفيين من قتل واختطاف وإخفاء قصري ونفي وتهجير ونهب للممتلكات أفادت تقارير حقوقية بتدهور الحالة الصحية للصحفي يونس عبد السلام المختطف في سجون ميليشيا الحوثي منذ عشرة أشهر ونقلت المنظمة الوطنية للإعلاميين صدى عن أسرة الصحفية المختطف أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير خاصة بعد عزله في سجن انفرادي لمدة ثلاثة أشهر ما أدى إلى تفاقم حالته النفسية والصحية والتي كان يعاني منها مسبقا ووفق أسرة الصحفي المختطف فإن ميليشيا الحوثي رفضت الإفراج عنه رغم وعودها السابقة وطلبها توفير ضمانة من أجل إطلاق والتي سعت أسرته لتوفيرها بعد عناء طويل ودعت المنظمة لجنة الصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تنظيم زيارة عاجلة للصحفي يونس عبد السلام وكافة الصحفيين المختطفين كما طالبت منظمة صدى المبعوثين الأممي والأمريكي والمنظمات الدولية المعنية ببدل مزيد من الجهود والضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين وإنقاذ حياتهم سياسيا عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقاء موسعا بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة ودكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي ومسؤولين من الجانب القطري واستعرض الرئيس العليمي مستجدات الأوضاع اليمنية وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن وسط تعنت مستمر من جانب الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني من جانبه أكد أمير قطر حرص بلاده على دعم التوافق السياسي القائمي ضمن مجلس القيادة الرئاسي وإصلاحاته الاقتصادية والخدمية وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني مشيدا بالعلاقة التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين كما تحدث الرئيس العليمي حول الإصلاحات التي يقودها المجلس في المجالات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والأمنية والدعم القطري المنشود إلى جانب هذه الإصلاحات وفي لقاء منفصل للرئيس العليمي والوفد المرافق له مع رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني أكد الأخير حرص دولة قطر على دعم وإسناد اليمن في كافة المجالات الذات الأولوية للشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية وقال إن الحكومة القطرية ستعمل على تفعيل كافة الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين البلدين تنفيذا لتوجيهات أمير دولة قطر وأكد رئيس الحكومة القطرية أن بلاده ستستأنف نشاطات الصناديق والمنظمات الإنسانية الخيرية في اليمن في الشأن السياسي وتحركات المجلس الرئاسي في المنطقة بدأ الموقف المصري صارما في المؤتمر الصحفي الذي أعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس رشاد العليمي قبل أيام حيث ركز بشكل لافت على موقف بلاده الداعم لوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية عودة شبح الإمامة بنسختها الحوثية وضعت الجمهورية اليمنية أمام تهديدات كبيرة تستهدف وجود الدولة برمتها ولعل أخطر تلك المهددات أن الانقلاب على الجمهورية في صنعاء منح الكيانات الانفصالية فرصة للعبة جنوبا فصارت الوحدة اليمنية أمام تهديدات خطيرة هي الأخرى تهديدات تتكامل مع التهديد الأخطر وهو مشروع الإمامة الجديد بثوب ولاية الفقيه وشعار تصدير الثورة الخمينية بحسب وصف الرئيس اليمني الدكتور رشاد العليمي خلال لقائه برئيس جمهورية مصر وهو مشروع يحاول إعادة اليمن إلى العهد البائد والإمعان بتمزيق نسيجه الاجتماعي ومحاولة سلخه عن كيانه العربية وتحويله إلى قاعدة تهديد لأمن دول الجوار والملاحة البحرية ومنه تستمد الكيانات الانفصالية قدرتها على العبث ظلت اليمن مسألة محورية بالنسبة لجمهورية مصر العربية وأمنها ومصالحها فتدخلت سابقا بدعم الشعب اليمني في إسقاط الإمامة في السادس والعشرين من سبتمبر من العام الف وتسعمائة واثنين وستين ثم دعم الثورة الرابع عشر من أكتوبر لطرد السعمار من جنوب اليمن وبذلت مساع عديدة لإعادة قيام الوحدة اليمنية في الستينات والسبعينات وفي عقد الثمانينات فأين مصر اليوم من التهديدات الراهنة التي تستهدف وحدة الدولة اليمنية وأي دور يمكن أن تلعبه في مواجهتها بدى الموقف المصري صارما في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس رشاد العليمي قبل أيام إذ ركز بشكل نافت على موقف بلاده الداعم لوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية كما أكدت على دعمنا دعمنا الكامل لوحدة الدولة اليمنية والسقلالها وسلامة أراضيها موقف ظهر على شكل تعميم لصحافة المصرية التي التقطت تصريح السيسي وأبرزته في واجهتها الرئيسية كما فعلت صحيفة الأهرام إضافة إلى بقية الصحفي والقنوات المصرية وتعاملت معه كمحدد أساسيا من محددات السياسة الخارجية لجمهورية مصر وأحد أهم منطلقات أمنها القومية وعلى ما يبدوه فإن تركيز الرئيس المصري على موقف بلاده الداعم لوحدة الدولة اليمنية حمل رسائل متعددة للأطراف المحلية اليمنية وللأطراف الإقليمية المتساهلة مع الحركة الانفصالية ومهددات وحدة اليمن قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري إن البعثة تعمل عن كثب لرفع مستوى المراقبة لضمان خلو ميناء المدينة من أي مظاهر عسكرية لميليشيا الحوث الإرهابية ودعا بيري إلى عمل مشترك مع الحكومة اليمنية لتجاوز التحديات القائمة في الحديدة بما في ذلك جهود نزع الألغام التي تزرعها الميليشيا الإرهابية وتودي بحياة العديد من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وتشكل تهديداً لحياة الأجيال المقبلة وخلال هذا اللقاء جمع رئيس البعثة الأممية مع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في نيويورك حيث شارك المسؤول الأممي في جلسة مجلس الأمن حول اليمن التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي من جهته شدد السفير السعدي على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الهدنة الأممية لتحقيق أهدافها الإنسانية بما في ذلك رفع الحصار بشكل كامل عن تعز وفتح الطرق الرئيسية في السياق كشف رئيس البعثة الأممية في الحديدة عن مساعٍ لتوسيع نطاق مراقبة البعثة جنوب المحافظة التي تشهد حالة عدم استقرار وقال بيري في مؤتمر صحفي في المقر الدائم للأمم المتحدة أمس الأربعاء إن البعثة تعمل على توصيع نطاق مراقبتها لزيادة الوصول إلى مناطق عدم الاستقرار في المناطق الجنوبية التي انسحبت منها القوات المشتركة وتمركزت فيها ميليشيات الحوثية وأضاف نحن الآن في مشهدٍ عسكريٍ وسياسيٍ جديد في الحديدة في إشارةٍ إلى ما بعد انسحاب القوات المشتركة في نوفمبر الماضي وأكد أن جيوب عدم الاستقرار لتزال في المناطق الجنوبية من الحديدة قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو ثمانيةٍ وعشرين ألف مهاجرٍ أفريقيٍ وصلوا إلى اليمن منذ بداية العام الجاري الفين واثنين وعشرين وفي تغريدةٍ للمنظمة التابعة للأمم المتحدة على تويتر ذكرت المنظمة أن قرابة ثمانيةٍ وعشرين ألف مهاجرٍ إفريقي وصلوا إلى اليمن حتى الآن خلال هذا العام ويخوضون رحلاتٍ محفوفةً بالمخاطر وضفت المنظمة أن الكثير منهم يتعرضون للاستغلال والاحتجاز في ظروفٍ غير إنسانية منها النقل القسري وغيره من الانتهاكات أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء الحملة التي تستهدف البنك المركزية في اليمن وفي عدن وموظفيه منضماً بذلك إلى حملةٍ أمريكيةٍ وبريطانية وفرنسية وقال الاتحاد في بيان مقتضب على حسابه في تويتر إنه يشعر بالقلق الشديد إزاء الحملة ضد البنك المركزي وموظفيه داعية جميع الأطراف إلى احترام الاستقلالية البنك ودعم جهوده لتحسين الاستقرار الاقتصادي والمالي وكان البنك المركزي قد اتهم الأحد الماضي كياناتٍ رسميةً مشاركةً في السلطة بشن حملاتٍ تتهم قيادته وبعض مسؤوليه بالتآمر والعمل على نقل البنك إلى صنعاء في إشارةٍ للمجلس الانتقالي ويوم أمس أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا بياناتٍ منفصلةً للتعبير عن القلق إزاء تصعيد الخطاب ضد البنك المركزي وموظفيه أفرجت شرطة العاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس عن المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي والذي جاء اعتقاله بعد أيامٍ من تقديمه ملفاً متكاملاً للنيابة العامة ضد مسؤولين سابقين في البنك المركزي بتهمة التورط بارتكاب جرائم تمس الاقتصاد الوطني وكانت قوات أمنية اعتقلت الفودعي أمس من منزله الواقع في محيط مستشفى الجمهورية بمديرية خور مكسر وأوضعته سجن البحث الجنائي عقب اتهاماتٍ بالفساد وجهها للبنك المركزي وبنك التسليف التعاوني الزراعي حيث اتهم الأخيرة بالمضاربة والتلاعب بقيمة العملة الوطنية وسبق أن تلقى الفودعي تهديداتٍ من قبل مسؤولين على خلفية حديثه المستمر عن تورط نافذين كبار بالتلاعب بقيمة العملة والضغط على أسواق الصرف أفرجت السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت عن الناشط السياسي عبدالفتاح جماجم بعد اعتقال دام ثمانية أشهر جاءت عملية الإفراج بعد قرارٍ من المحكمة الجزائية قضى بضرورة إخلاء سبيله لعدم توفر أي أدلةٍ تدينه وكان جماجم قد اعتقل في منتصف أكتوبر من العام الماضي من قبل قوات لواء بارشيد المدعومة من دولة الإمارات خلال مشاركته في استقبال رئيس المجلس الأعلى للحركة الثورية الجنوبي حسن باعوم في مدخل مدينة الشحر بسبب تداعيات حرب ميليشيا الحوث الإرهابية على اليمنيين لما يقارب ثمانة سنوات دخل الظاهرة عمل الأطفال في البلاد مصاراً مخيفاً حيث تتحدث منظمات دولية عن ملايين الأطفال الذين انخرطوا في سوق العمل في سنٍ مبكرة معظمهم يعملون في أعمالٍ شاقة واقعٌ مرئين أجبر هاتين الشقيقتين على القيام بعملٍ يفوق قدرتهما بكثير ست عشرة ساعة يومياً يقضيانهما رموز ذات الثلاثة عشر عاماً وريماس التي تصغرها بعامين في بيع الخضار لمساعدة والدهما في أحد أسواق مدينة مأرب الحرب الحوثية على اليمنيين أيبرت أسرتهما على النزوح من محافظة حجة إلى مأرب بعد فقدان مصادر دخلها دخلت ظاهرة عمل الأطفال في البلاد مساراً مخيفاً بسبب الحرب الحوثية على اليمنيين منذ أكثر من سبع سنوات الأسواق مليئة بالأطفال العاملين في أعمالٍ مختلفة وعلى جنبات الطريق يقف المئات منهم لساعات طوال تحت حرارة الشمس لبيع الماء للمارة علهم يسدون شيئاً من حاجيات أسرهم منظمات دولية قالت قبل سنوات أن أكثر من مليوني طفل يمني يعملون في مهن مختلفة ولا توجد إحصائية حديثة اليوم في ظل تفاقم حرب مليشيا الحوثي لعامها الثامن وغياب دور المنظمات في حماية الطفولة وآثر الحرب عليها وأنتجت عمالة أطفال كثيرة ومرتبعة جداً ليس لدينا إحصائيات رقمية أستطيع أن أتكلم بها في هذا التصريح ولكن للأسف الشديد أننا لم نجد حتى الآن باعتبارنا منظمات حقوقية رقابية من المنظمات الدولية حتى لو على سبيل المثال المسوحات يعيش الأطفال في العالم طرف الراحة واللعب والتعليم غير أن الطفل اليمني وبسبب حرب الحوثيين تبدلت حياته إلى كد وتعب وبوص عيش بين الفقر واليوتم والحرب والنزوع ضاعت طفولة كثير من الأطفال اليمنيين عملة الأطفال ظاهرة نعيش المجتمع اليمني وهي منتشرة بكثرة قبل الحرب ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد إيجاد حل لها لكنها تفاقمت كثيراً بعد الحرب نتيجة نزوح ملايين اليمنيين الذين فقدوا مصادر دخلهم بما اضطروا إلى الدفع بأبنائهم إلى سوق العمل في سن مبكرة دون مراعاة قدراتهم الجسدية سعد القاعد ياما الشباب مأرب في موضوع آخر طالبت الحكومة الدول الأوروبية بمنع الجهات التجارية عن بيع آثار يمنية في مزادات عدد من المدن في القرى وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان إنها رصدت قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض القطع الآثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية وطالبت الوزارة بتسليم تلك القطع إلى الجهات المختصة اليمنية كونها آثار يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال البيان قال إن الحكومة تدرس جميع الخيارات والسبل المتاحة لاستعادة تلك القطع باعتبارها حقا من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه المشاهدين وصلنا إلى ختم النشرة التاسعة ونذكركم بأهم عنوانها ميليشيا الحوثي تستحدث مواقع في تعز تقويضا للهدنة وتقرير أمريكي يقول الطريق إلى اتفاق سياسي هو إضعاف الحوثي عسكريا قطر تعلن عن إعادة تفعيل كافة اتفاقياتها مع اليمن والرئيس العليم يوجه بتحقيق عاجل في مقتل الصحفي الحيدري تدهور الحالة الصحية للصحفي يونس عبدالسلام في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء نمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة